شريف والمطر جلس شريف في أرجوحته وهو ينظر إلى السماء التي امتلأت بالغيوم السوداء فجأة صارت الرياح قوية تحرك أغصان الأشجار بقوة والعصافير تطير مسرعة وتختبئ في سقوف البيوت وبعد قليل شاهد بين الغيوم برقا يلمع ثم سمع صوتا عاليا جدا شعر شريف بالخوف وأسرع إلى أبيه وسأله ما هذا الصوت الكبير يا أبي؟ قال الأب هذا صوت الرعدي لا داعي للخوف يا بني وبعد دقيقتين نزل من السماء مطر كثير فقال شريف لأبيه هذه هي الساعة التي أحبها ما أجمل السماء وما أجمل ما فيها